لما أمتين بتقولي خلص أنا تعبت لازم أحمد يطلع من العمل السياسي هلا أنا بتمنى يطلع صراحة كرميله لأنه بيعمل له ستراس هيدا الموضوع بس ما بحب يعني ما بحبه يظهر من شي هو يكون بديه يعني إذا هو ما بسوته بالعكس ألا ما بقل له ظهر أنت بتحس حالك مجبور بالعمل السياسي يعني أنت مجبور بهذا الموقع وهذا لا ما في شي يجباري مش مجبور فيه إذا طلعت شي نهار شو بتكون عم تشتغل هو عند شغله بشغل بلمح لا ما عندك شغل لا عنده شغل هو شو يعني؟ بثير تعذبه بناء إبية؟ لا أنا عنده شغل أنا عنده شغل برا بالسعودية ومع بيه بالزراعة ومع بيه بالزراعة عنده شغل غاني يعني نحنا زراعة بالعائلة بالVNA تبع العائلة بس هو بحب السياسي وهنا عاملين مشروع كبير عم عم نغير كل البستان لزراعة واحدة هي الأفوكا بس العلاقة مع الناس هي الشغلة اللي بحبها اي مصدوط أنا الفون بوك عندي ما بتلاقي قليل ما بتلاقي ضايعة ما بعرف مننا ناس في لبنان أو مدينة أو وهذا الشي بيخليك أولاً بصير عندك أفكار كثيرة ممكن على البرسونال باسس أو على العام وبيخليك يعني بحب الناس ما في عيش بالعالم يعني أداش تابد السياس ولا مرة إجاء اللي بد ومركز يعني ما بيعني له يكون نايب أو وزير أو بحب يكون مع العالم يعني بحبي يكون مع الشعب هيك بحبه مع الناس هلا أني بس أبدو يشتغل مصبوط هو مع العالم اي اي بس بالنسبة لأقلي مش هيدا الهدف مش الهدف المركز بس الهدف إنه أقدر وصل بهالعلاقة مع العالم شي اللي هني بدونيه طبعاً ببلد زي لبنان هدي شغلة متحركة مش سابتك إنه بلد صعب تشتغلي فيه سياسي سراحة وعمل اجتماعي سياسة باللبنان أصعب شي أصعب شي قدي بتدخل بقراراته السياسية ولا لا سفر ما بعرف شي مليه الامتحان يلا لا لا إذا عانجاد إذا بتعمليه الامتحان يعني عنجاد بتجرس ما بعرف شي بالسياسة لا ما إلا فيها أبداً أبداً ما تقوم بتحكوا؟ ما بتحكوا عن شغلكون؟ لا 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 أبنا أعلم نحكي وصل ثاني يوم طبعاً منلعب 14 بربحة ما بتحضروا مسلسلات مثلاً مالا مسلسلات نتفلكس مالا مسلسلات نتفلكس هاو نحضر سكساشن حضرتتي وهو مش عناتفلكس أنا عادش بهي أولة بس بسوعة أنا متعارفين نتفلكس ها ها نحضروا ها نحكي أي شي تاني بس محدا يحكي ندم هل أستخدروا مسلسلات عربية؟ لا، سرح قليل أنا أستخدم زمامة أحدر مسلسلات عربية لا، سنعودكم على المسلسلات العربية لا نحضرك كيف يعني بتجو اللي عندهم؟ هلأ فيها، هيدا المسلسل الوحيدة تشجعت أحدر قد ما أسمعت عنه قد ما أسمعت عنه قلت له، هيدا كنت نعبق له جعبة لأحدر هلأ، بيصير يوعد حدك بالبيت لأنه تسعين حلقة بيكتعوديه على المسلسلات الطويلة هيدا يلا هل أنت منتمي لطيار المستقبل؟ لا أعرف، قد منتمي أفشيلي؟ أه، يعني مش بيقرار منه لا، أبدا بس لأنه جوزيك أنا عن طيار المستقبل لا، أنا أكيد، أنا مع أحمد أكيد، بس قد منتمي أفشيلي، ما هو في شيء بتصير أفشيلي أقدم طلب عنا أه، أنت مقدم طلب عنا مضيت يعني هاي كل المنتسبين لطيار المستقبل مثل لما؟ دعا، مش كلهم هاي، بس إنه هي بطلمة، بطمرتك لا، أنا مع عطول، بيعرف أنا عباد، وهي مضيت أنا بيعرف، أنا معه عطول، بس بالسياسة ما كتير دخصني